لما تقدم الغالب نقوب لدى مركز الشرطة للإبلاغ عن اختفاء سياراته تلك التي كان يستغلها كسيارة أجرة من الحجم الكبير كان ذلك في الثلاثين من مايو من العام اثنين والفين قال إن آخر عهده بها لما ركنها في شارع مليع لبغالب في حدود الرابعة عصرا قال إنه اعتاد أن يركنها هناك وأن يأتي شاركه في العمل ليتسلمها كانت لديه نسخة من المفاتيح بينما يعلمان دون غيرهما مخبأ يخفيان فيه أوراق السيارة هو تجويف أسفل قمطر القيادة قال إن صاحبه واسمه مصطفى بطابة جاء إلى بيته يبلغه بأنه لم يجد السيارة مكانها كان الرجل في حالة صدمة لا أحد يستطيع أن ينكر على الغالي ولا على صاحبه مصطفى ما أبديه من قلق وخوف فسيارة مختفية والتي يبلغ عمرها خمسة وعشرين عاما هي مورد عيشهما كان يعتنيان بها وكانت تتميز عن نظيراتها حين تصطف معها في محطة التاكسيات الكبيرة وكثيرا ما ندي على الغالي بملعروسة كان يضحك يعلم أن الذين ينادونه بتلك الصفة إنما يفعلون تحببا أو تعبيرا عن حسد دفين في جملة ما أبلغ الغالي عن ضياعه زيادة على أوراق السيارة عشرة آلاف درهم قال إنه أودعه في عمق ذلك التجويف حيث يودع وثائق السيارة ولقد أقر مصطفى بأنه كان يعلم بوجود ذلك المبلغ الذي كان موجها إلى صاحب محل لبيع قطع السيارات المستعملة كتسبق عن محرك إضافي كان يعتزمان شراءه لإصلاح المحرك الموجود في السيارة عدا رقم تسجيل السيارة ورقمها كسيارة أجر لم يكن بمقدور الغالي أن يقدم أي معطيات أخرى حول سيارته التي تبخرت يومين بعد الذي حدث في شارع ملاع لبوغالب تقدمت إلى مركز الشرطة فتاتان تبلغان عن تعرضهما لمحاولة اختطاف من قبل سائق سيارة أجرة كبيرة استوقفتاها بالقرب من محطة القطار في حدود العاشرة ليلا قالتا إنهما قدمتا من الدار البيضاء وكانتا تريدان الذهاب إلى أقرباء لهما يسكنون في شارع عشرين غشت ولما ركبتا في الكرسي الخلفي للسيارة وأبلغت السائق بوجهتهما انطلق وقد لاحظت أنه يسوق بسرعة غير عادية ثم بعد مسافة توقف لأحدهم وأركبه بجانبه ثم استأنف السير لاحظت إحدى الفتاتين كان قد سبق لها أن زارت عائلتها أن السائق يمضي بهما في اتجاه غير الاتجاه الذي ينبغي أن يمضي فيه نبهته مرة لم يرد ثم أخرى استدار الذي بجانبه وابتسم كاشفا عن تقم أسنان منقوص وما بقي منه سود لفرط التدخين لم يقل كلمة واحدة فقط أشهر في وجههما سكينا صغيرا ومرر سبابته على شفتيه كان السائق يهم بالانعطاف يسارا ليلج شارعا ضيقا يتفرع عن شارع محمد الخامس اضطرته السيارات القادمة من الاتجاه الآخر إلى التوقف في تلك اللحظة اندفعت الفتاتين إلى الخارج وركضتا عائدتين إلى الشارع الكبير لحسن حظهما أنهما لم تصاب ولكن حقيبتيهما بقيتا في صندوق الأمتعة لتلك السيارة لم يكن ليخفى على مسؤولي الأمن في القصر الكبير احتمال وجود رابط أو علاقة ما بين سرقة سيارة الأجرة الكبيرة التي يستغلها الغالب نقوب وشاركه مصطفى بطابة ومحاولة الاعتداء التي تعرضت لها الفتاتان أتكون هي السيارة نفسها يستعملها الذي سرقها في تنفيذ جرائمه التي قد يكون منها ما تعرضت له الشابتان إحداهما تلك التي تقدمت أولا إلى السيارة قالت إن السائق كان يضع على رأسه كاسكيت به علامة شركة معروفة لصناعة الألبسة والمعدات الرياضية أضافت أيضا أن بوجهه لحية تعود إلى بضعة أيام وأنه كان يرتدي قميصا فاتحا لون به خطوط متشابكة كانت خطوطا عريضة لافتة للانتباه لم تقدم الفتاة المزيد لما سار الخبر في أوساط سائق سيارة الأجرة قال الأقدمون منهم إن الحرفة اخترقت وصار كل من هب وذب سائق تاكسي ولم يتردد بعض منهم في أن يلعن الزمن الذي ولج فيه مهنة سائق التاكسي من لا أخلاق لهم على مدى عدة أيام شغل أحاديث الناس ما راجح حول تعرض الفتاتين لمحاولة خطف يرون أن لهم الحق في الخوض في الموضوع والإدلاء برأيهم في نهاية الأمر يرى كثيرون أن ذاك الذي حدث ضرب في الصميم مهنة أساسها الثقة والأمان ثم مرت بضعة أسابيع دون أن يحدث ما يذكر بحادثي سرقة سيارة الأجرة الكبيرة ومحاولة الاعتداء على الفتاتين في يوليوس في الثامن منها كان أحد الضباط المتابعين لهذه القضية يمر بجوار محطة القطار في القصر الكبير كان رجلا يعشق القراءة وقد استوقفه مشهد أحدهم يبيع كتبا مستعملة على الرصيف لم يكن مألوفا أن تباع الكتب المستعملة في ذلك المكان تقدم ووقف يقرأ كانت كتبا إسبانية هي قصص لكتاب معروفين ثم بضعة كتب بالفرنسية والعربية أخذ أحد تلك الكتب وراح يقلب صفحاته بدأ أنه قرر أن يشتريه سأل الذي وضع تلك الكتب أمامه عن الثمن خمسة دراهم قال الرجل الذي لم يكن ليتجاوز عمره الثلاثين أخرج الضابط خمسة دراهم ومدها إليه جال بنظره جولة أخيرة عبر تلك العناوين الموضوعة على الرصيف ثم مضى كاد ينسى أمر ذلك الكتاب ثم في المساء لما عاد إلى البيت تناوله كانت مفاجأته كبيرة أن يجد مكتوبا في الوجه الداخلي للغلاف اسم واحدة من الفتاتين التي أبلغت قبل نحو شهرين عن محاولة الاعتداء التي تعرضت لها من قبل سائق سيارة الأجرة الكبيرة خالجه الشك أمضى جزءا من الليل يفكر في الأمر لم تكن الفتاتان أبلغتا عن كتب وفي المحضر تمت الإشارة إلى حقيبتي سفر بهما أغراض شخصية لم يكن هناك تفصيل لتلك الأغراض إنهمك الضابط في قراءة الرواية أخذته بعيدا ثم كما يحدث لكثيرين من مدميني المطالعة استرخى ثم استسلم للنوم في الصباح لما حل بمكتبه كان أول ما قام به أن استخرج محضر شكاية الفتاتين تطلب الأمر منه ربع ساعة الإسم هوه حتى إن التوقيع الموضوع على غلاف الكتاب كما يفعل تلاميذ وطلبة كثيرون هو التوقيع نفسه الذي مهرت به الفتاة ورقة المحضر ليس هناك من شك الكتاب يعود إلى تلك الفتاة ويتعين الآن معرفة كيف وصل إلى ذلك الذي وقف يبيع تلك الكتب القديمة قرب باب محطة القطار أبلغ الضابط رئيسه بما وقع عليه استبعد القبض على بائع الكتب ذاك وتقرر العمل على اتخاذه سبيلا أو طعما للوصول إلى الجانيين عصر ذلك اليوم توجه الضابط إلى محطة القطار كان ذلك الثلاثيني بصدد وضع ما لديه من كتب مستعملة على الرصيف إلى جانب الكتب وضع بضعة أزواج من أحذية وساعة منبهة فقدت غطاء الكوة التي تأوي البطارية تقدم الضابط ووقف عند الكتب الموضوعة على الرصيف ثم نظر إلى الذي يبيعها فاكتشف أنه لاحظ وجوده ولعله تذكره ابتسم له الضابط ثم دنا منه هل لديك كتب أخرى غير هاته؟ نعم لدي بعض الكتب لم أستقدمها معي تركتها في البيت هل يمكنني أن أراها؟ نعم إذا مررت من هنا غدا فستجدها معي كان الضابط في الموعد وقد جاء الرجل بثمانية كتب فيها قصتان بالفرنسية ومطبوع في تاريخ الأدب العربي لاحظ الضابط أن المطبوع يحمل نفس اسم تلك الفتاة ثم سأله عن مصدر كتبه قال إنه اشتراها من شاب يعمل في المحطة الطرقية إذ ذاك كشف الضابط عن هويته وخير الثلاثينية بين أن يتعاون مع الشرطة أو يعتقل ويتابع بحيازة أشياء مسروقة اختار أن يتعاون وتم وضع خطة لاستدراج ذاك الذي يعمل في المحطة إلى الفخ وقد طلب منه أن يأتيه بملابس نسوية إن تأتى له ذلك وعده بثمن مغر وأوحى إليه بأن لديه زبونات تنتظر بلا اختياط ولا حذر جاءه ظهرا إلى منزله يحمل حقيبة حشاها ملابس نسوية أراد بائع الكتب المستعملة ذاك الذي يسمى بوشعيب أن يتفحص الملابس قطعة قطعة ولكن الذي جاء بها بدى مستعجلا وقال له إنه يبيع الحقيبة وما فيها بمئتي درهم ضحك بوشعيب وبلغت الرسالة إلى ذاك الذي جاء بالحقيبة ومن تلقاء نفسه قال إنه يقبل بمئة درهم أضاف أن ما يجعله أن يقبل أن ما لديه من حشيش قد نفذ وأنه يريد شراء كمية جديدة وعلبة سجائر كان الضابط وبرفقته أحد مساعده يتابع من غرفة مجاورة ما يدر بين بوشعيب وصاحبه سيعرف لاحقا أن اسمه عزدين بن بوغالب ثم لما أحس به يريد أن يغادر وقد قبض المئة درهم خرج عليه وأوقفه قام مساعده بتصفيده واقتيد سريعا دون ما إثارة لانتباه إلى سيارة مموهة كانت تنتظر غير بعيد لما أجلس أمامه كان متقطئا أمره الضابط بأن يرفع رأسه وينظر إليه وقد فاجأه بأن سأله عن سيارة الأجرة الكبيرة التي سرقت لعله لم يكن متوقعا مثل هذا السؤال وقد رد دون أن يفكر في رده بأن عبد السلام هو الذي سرقها عبد السلام من؟ الميكانيسيان قال عزدين أفادت أقواله بأن سارق سيارة الأجرة هو مساعد الميكانيكي الذي كان الغالب نقوب ومصطفى بطابة قد تعود على تسليمه سيارتهما للقيام بأعمال الصيانة لما قبض عليه كان في الورشة وقد اعترف بأنه سرق السيارة بدافع استعمالها للحصول على دخل إضافي ولم يكن له أن ينكر محاولة الاعتداء التي تعرضت لها الفتاتان ثم قال إنه شرع في بيع السيارة أجزاء في عرصة بضواحي القصر الكبير اكتشف ما بقي من السيارة كانت العروسة بلا أبواب ولا مقاعد حتى المقود افتكوا بها كان حاضرا مصطفى بطابة وتحت نظرات مندهشة لمن كانوا حاضرين مضى إلى ذلك التجويف تحت قمطر القيادة واستخرج أوراق السيارة وظرفا به عشرة آلاف درهم وبدأت المتابعة القضائية للظامنين